اشتكى مواطنون ومحامون من تعقيدات إضافية تواجه أسر الشهداء بعد قرار حصر الإجراءات في قضاء بلد حيث مقر لجنة الشهداء والجرحة ما يفاقم معاناة هذه الأسر بالانتقال من باقي مناطق المحافظة المتباعدة إلى بلد المشكلة الرئيسية بالتعويضات خصوصا بصدور الأمر الجديد حول نغل الضابير للمؤسس الشهداء يعني يجي أبو الدوز وأبو الشرقاط وأبو بيجو المحافظة بالأكملة تروح وين؟ دارة المؤسسة ببلد ويروح المواطن يتعنى كل هذه المسافات وألاف الأضابير أنتوا طلعتوا عليها السيد محمد مدير التعويضات أكيد هنا أفضل ليش رأس الوزراء ومجلس النواب شكلوا لجنة بفتح لجان فرعية عديدة على مدة خفز زخم يعني هسا راح يرجع المواطن المربع الأول شون يعني يرجع أبو الشرقاط يراجع البلد يجي أبو بيجو يراجع البلد أبو الدوز يراجع البلد ما عدا الأقضية والنواحد تابع البلد أستاذ شون ما عدنا إشكال أول شي المسافة البعد بين بلد وبين يعني بين تكريت وبين بلد أغلب كمركز محافظة أغلب الشهداء بيجي وصلاح والشرقاط وأحسب الكراوي طوز أحسب المسافة اللي راح يرحون والصرفيات اللي يرحون بيها إحنا كمحاميين الراجع المؤسسة ما يقبلون محامي راجع ولا يتقبلون أي محامي راجع فيعني صعبه يعني المواطن راح يتبهذل ولا قرار استشهاد راح يطلع اشتركوا في القناة